يا راجل احكاية الخط اللي انت مسكدته للنهار السلام عليكم ازاك باش ازاك امام ايه الدخلة دي عملي فيها جندان يا ابن الماقوسة استغفر الله العظيم يا رب هنبتدي بقى مالك يا ماما في ايه انت بشي بطلة اي بدي فيها ده جزت اللي رجعت قبل الفطر عشان وفتر معاكو طبع من قام ده يا اخويا ما احنا بنترجع كل رمضان تفتر معانا وانت تسنى وتروح تفتر مع صحابك المقاطية لو انت السادة سكة وضهري عملان لأكل انهارضة عالفطار عاملة صنية لحمة موزة وفتة وكوسة فتة وكوسة ما تعرفوا ان انا ماليش في الكلام ده مش عالي لو انت عملي ماكرونا بشي مالي وفرنق من ايه قولي الحمد لله انت هتتبطر عميها ما قد اكسم بالله يا ريتني عرفت قبل ماجي ايتيلي بتحطيني في الموقف ده مين دلوقتي هرد افتر معايا قبل الفطار بالساع او مين المحل هرد اطلالي أوردر اكل قبل الفطار الو شادي انا بيتقبض عليها انت مين يا انا الو لا بس حير ون يولوك كده مش انا بتحقييه ولا قصه ولازج وليك يا انت تريا ايه ما تقول لها حاجة باش بس يا بنركز يا فاندي دلوقتي عشان انا بدور على طرف الخيط ايه اللي بده يا رب يا عدرب نقص التلاتين عشان تحسوا بيا اكسم بالله تمام انا عارف اتصرف كويس اللهي خربت المشلسلات اللي كانت دماغ العيال مش بدل ما يحفظوا القرآن في رمضان ولا انت رأيك ايه يا راجل سبيني يا ركز دلوقتي ياولي عشان انا بدور على طرف الخيط الزكرة في الله عبد الحمد موسيقى موسيقى خير يا شدي بيه بقول لك يا زين بيه جول بس بسرعة عشان الوقتي مش مناسب انا امي حطتني قدام الامر الواقع تلعت قبل الفضال بساعة لقيتها عمليلي فاتة بكوسة ونتعرف ان انا اكسم بلا مليش في الكلام ده وليه في مكرونة بشمل يا بيش يا اخي طبيع ده هنلاقي حل انا مش اهده ولا فكر عارف ليه عشان تو عمرك ما هتحسي بالنر للدوان سجف الله هنأكل في عربية جديدة فاتحة واحد صاحبي بيسترزج منها هكلمه دلوك ونروح نفطر هناك لما اخزقني في الكلمة صاحبك ده موصوب فيها يا بيشا ولا تبعط لبطاة اكشف عليه بدا ما انا كلها بكلاب بإذن الله رقم واحد ما تصغرناش بقى يا شاجبية انزل دلوك بس عشان نلحق حصل يزين بيه رايح فين يا فندي نزل افطر بورة بيش عايز تسيب البيت لوحده وتحطينا في دائرة الخطر احنا كده مش نوصل من طرف الخي يا باش اكسم بلما فيش حاجة جابتني ورا من اورة ما تلغر الطرف الخي بتاعك ده انت لو تقدر ان الحاجة عملت اكل ما بحبوش اطرف اني صح بص يا سليم اه بص يا اشادي انا بقدر الظروف اللي انت تحطيت فيها كويس وانا مش ساكت بس انت لازم تعرف انك راجل البيت بعدي وما ينفعش تفضل رغباتك الشخصية على مصير البيت عمك وابن عمك جايين يفتروا عندنا النهاردة وما فيش غيرك راجل يقف معي عشان نبسطهم ونروع عليهم الو ابو شادي انا بيكتبت علي الو مين معايا يا فندي يا باش اصل بلا اصل بلا فصل نفذ العوامر يا فندي واللي عضطر اخد معاك اجراء قانوني ممكن يعلم عليك وانا لسه جايب حزام جديد لسه مجربتوش فتلطيش قبل كده الرسل اللي وصل اكتباش اللي بتقمر بيه كده كده اسليم اوه كده عشدي اهو عمك وبتعامك يلا يفتحنا بس أ Stark بسم الله ما شاء الله ايش الاصناف الكثيرة هدون ها 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 ما نعبر يا جمال هاوي دي مش أصناف يا بوي دي مائدة رحمن دولا على جلبهم فلوس من اليوتيوب قدك ده اه ابنك واعر جاو يا بوي يا بايش انت لو بتعذبني مش تعمل فيه كده انت بيستمع بيقول ايه طرف الخيط يا ابني الكلب ما عاد فكرش في الجواز يا شادي يا ولدي لا انا مش عايز اتجوز عندي اليك بنت بنوت ايش جمال وايش كيان هنجوزها اليك وتصرق منك فلوس اليوتيوب اول مرة اعرف انك واعرفتر مني يا بوي انت بتقول ايه انا مقدر الظروف اللي انت فيها بس ما تنساش طرف الخيط يا ابني الكلب نجوزه ليه لأ يا بش يا اخشي اقول اقطع طرف الخيط انت بتعرف فيه كده ليه ونجيب اللي اطبع من املك حضرة مش اللي تقمر بيه ايه يا شادي بيه انت فيها يالحانة يا باش انا بتعمل عليها حفلة هنا انا مسافة السكة وابتع عنها قلت لك الاماكن داي ما يجيش من وراها غير الشر ابو ايه حبسنا وعمال يقولي يطرف الخيط يا باش اعمل ايه ايه ده انت بسك ده وانا انت رايحين فيها يا عمه وانا دخل الجنة عايز صاحب البيت اقمر يا فندي انا زابط ما بحزيني بكيناه والراجل ده شو زخط متجلب كرامته في المكان ده فعايز صاحب البيت عشان تسكه في الله اجيب حسك المظلوم ده ويه لازمتها الدخلة دي الفاعل بس يا بابا يا جماعة احنا كده دخلنا مسلسل تاني ركزوا شوية يا جماعة لو عدخلتك دي تنسيك اني واعر جوي ما يعرفش اللي يهنزمت شرطة يبقى حط نفسه في ورطة يا جماعة انا بيتقبض عليها من هذا ومن سوف يقبض عليها معلش وصل الولاد كلهم تلعو زباط في رمضان السنة دي الا هو يعيني فلازم طبعا يتقبض عليها لو عدخلت عليك يا رحيم ينسيك اني واعر جوي يا باش ده قدر احب المسدس طرف الخيد يا ابني الكلب السلام عليك يا برحب الله وبركاته ويا لما ما تتحرموش مني ولا تحرم منكو ويا انظرنا على فعل الخير ويا واني بازية الخير ما تتجمش يا رامس بس انت السنة دي راح اتعليك السنة دي بتاعت نمبر وان سيكوفل لا نجاح زين الجناب خد صحبك نمبر وان ده وطلقوا بره عندنا ديوف مايصحش كده طرف الخيد يا دي الكلب حضر يا باش خش امشي هاي قدروا هيعادوك twin akellyki قليك دايما واعر كروا عشان الخيوت اسفع عبي winning ههينوا جيدوك كل كمن هيتشغلوك بس انت ماört نزاش كروا عشان الخيوت Yup oil 순ي Davon بتلقاش يا بش انا كويس مش انت الانصري بسبعة تروح اصحى الكلام عشر الانصري ابراهيم الربين الربين بسبعة تروح اشتركوا في القناة